انطلقت فعالية ورشة العمل الثانية للتحاد الإفريقي حول مراجعة سياسة الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد انتهاء الصراع والتي تأتي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بصفته رائد إعادة الإعمار والتنمية في إفريقيا تهدف ورشة العمل إلى تقييم التقدم المحرز في مراجعة سياسة إعادة الإعمار والتنمية في الاتحاد الإفريقي وإلى تحديد الثغارات الحالية ومعالجتها مع التركيز بشكل خاص على موأمة أطوري سياسة الاتحاد الإفريقي تحديث هذه السياسة أولاً ليتتواكب مع التغيرات اللي بتشهدها بيئة السلم والأمن في أفريقيا بتشهد تداخل الأزمات، أزمات النزعات المسلحة مع الإرهاب، مع تغير المناخ، مع النسوح القصري، مع الأزمات الإنسانية تداخل هذه الأزمات يستوجب مراجعة السياسة بحيث أنها تقدم حلول شاملة لهذه التحديات ورشة العمل دي تأتي في إطار ريادة السيد الرئيس لملف عادة الإعمار والتنمية بعد النزعات في أفريقيا دي مسؤولية تحمل السيد الرئيس من سنة 2019 حالة تذكر سيد الرئيس تولى رئاسة الاتحاد الأفريقي هذا العام في هذا العام تولى سيدته أيضاً ريادة ملف عادة الإعمار والتنمية في أفريقيا وتم تدشين منتظى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في هذا العام كما تم التوقيع على مذكرة التفاهم بين الحكومة المصرية والاتحاد الأفريقي بإنشاء مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزعات في القاهرة وشة عمل اليوم لها أهمية كبيرة لأننا نتحدث عن دول في أفريقيا عانت ولا تزال تعاني من الخراب والدمار والإرهاب وتفتت البنية التحتية وأعتقد أن مصر لها دور كبير في إعادة الإعمار والبناء وتحقيق التنمية مرة أخرى وأعلم أن الأمر ربما يكون معقدا لكن مصر بتجاربها وتاريخها لديها القدرة على تقديم كل ما لديها لمساعدة أشقائها